مثلاّ سوينا رب علي الله نسأل أحد بالعصابة .. من أwellه رب علي الله .. يقول رب علي الله هو مجموعة من الشباط و منتمي للحال الإسلامية والظاهرة إسلامية تم إجتماعات و اللقاءات خصوصاً طبعاً انا من المرّات في حلقة معك أعتقد مع حضرتك أستاذ حسام قلنا بأنه الذي يحصل الآن من حرق وقطع وهجوم على الحالة الإسلامية هذا سيسبب بأنه ردات فعل متطرف ربما أكثر إذا مونا هذه الحركات أكون جيل موجود الشعب العراقي هو الشعب بسرعة لا يمكن أن تجلد هذه القيم و هذه التقاليد و هذه الصفات من الحرق ما علاقة التدين بسلاح و استعرام؟ لا أكمل لك الفكرة سلاح الحشد و سيارات الحشد ما علاقة الموضوع؟ إلا علاقة ما أقول هناك كان هناك هجوم على الحالة الإسلامية المراد كان هو رئيس الحالة الإسلامية و على القيم و على التقاليد و غيرها الحركات الإسلامية بعض الأحزاب بدأت أصد و ردات بسرعة فعل فهناك كان موجود شباب موجودين ينتمون للحالة الإسلامية الموجودة في هذا الشارع عدة لقاءات و عدة اجتماعات و عدة كذا بأنه نحن ناخذ هذه المبادرة هؤلاء نفسهم بالعكس محالعتهم نفسهم يقول هؤلاء الأخوان الموجودين ربما تربطنا بيناتنا مشتركات طبعا بياناتهم و لقاءاتهم ولكن هما لا يمثلون بهذا الاتجاه نعم نحن لدينا وضوية و نتكلم من يرعاهم أنا اليوم أريد أسوي جماعة دافع بها عن الإسلام أنا مسلم كل ها أنا مسلم من يرعاني من يطيني سلاح و سيارات هاي الحوثية يسموها معرف إيش لا هو شوف هاي موضوع آخر هاي من الحوثية و كذا شين موضوع نفس الموضوع هما قالوا ربع الله واستعرضوا بالشارع لا 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 رفعوا أسماء رفعوا أسماء يا ربع الله بس فعلا هما دول الشباب نفسهم ربما جزء من عدهم مشارك ولكن أنا أتكلم لا أدمنوا منوا إذا أموا نفس الشباب مشاركي و أنا جاي أقول لك أقول لك هما مجموعة من الشباب ربما ينتمي ربما ينتمي لهذه الحركات الموجودة الإسلامية ولكن مو قرار سياسي ربع الله أبدا لا تنتمي إلى جهة معينة يعني ينطينا انطباع هذا أنه مؤسسة الحجد الشعبي ما بها ضبط عسكري يا عالم شنو ضبط بمؤسسة